الأسود والبرتقال هي الألوان الجديدة والموحدة لسيارة الأجرة بالجزائر العاصمة القرار الذي لم يعجب سائقي سيارة الأجرة أي ننظم احتجاجاً أمام المحطة البرية لنقل المسافرين بالخربة للمطالبة بالعدول عن القرار الذي يشوه سياراتهم حسبهم باعتبار أن معظم سائقي سيارة الأجرة يمتلكون مركبات جديدة ولا تحتاج لألوان موحدة كما أن القرار سيزيد من تكاليفهم التي أصبحت لا تطاقع تحتاجون نحتاجاً على الت míس Monate سيارة الأجرة على المسافرين إنisa سيارة الأجرة على المسافرين من المسافرين لذلك والآن لم تقبل أدوان نحتاج للمسافرين المحتاجون عبروا عن استيائهم وتذمرهم من النقابة التي تمثلهم كسائقي سيارة الأجرة لأنها حسبهم أيدت القرار دون استشارتهم كما أضاف المحتاجون أن مشاكل عديدة يعانون منها كان من المفروض حلها والتطرق إليها من طرف نقابتهم بدل تلوين سيارتهم بالأسود والبرتقال هناك دي لغي تعلنا قابة غير خرج القرار دي ميسيونينا أنا والأخلي كان يهضر الرئيس العام تعلونك ما استشارناش منبا ما استشارناش منبا هذه ما تصورش استشارنحنا يا هاي وش قالت لاوي لا يا هاي وش دارت هاي القرار اللي دارتو مادام حنان أنا أعضاء معاك ما تستشارناش ترح تسينيين تايا وحدك وش معنتها كما نتشارناش من مدった هو تزيد من تكاليفهم مع بداية السنة المقبلة والتي ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن باعتبار أن تذاكر النقل ستزيد هي الأخرى